انت عم بتقول انه انت بريء واللي نفترض بانه انت بريء خلينا نجي على نهار الحفلة نهار الحفلة انت وعدت بانه يكون الشاب خالد على المسرح وما اجي على المسرح وانت حسب الاعلانات قيل بانه النجم الشهير لاغنية جانجام ستايل بسايل رح يكون موجود وكان فيه شبيه لقلو انت كمان غلطت نحنا كنا كتير واضحين بالدعاية يعني حتى على دعاية الراديو كانت ما فيه ذكر لها بسايل اصلا ما بحياتنا اعلننا انه هيدا بسايل ما بحياتنا ايه بس العالم فكروا انه بسايل لو العالم فكروا انه بسايل كان عندي اربعين الف كان عندي اكتر كان عندي عالم بلاوي طب ليه نفترض هيدا الشي كله مظبوط ليه تم توقيفك ما هيدا اللي عم نسأله هيدا الغموض بطريقة التوقيف وبالحجم طبع التوقيف اللي صار مش عم بفهم السبب وتحفز على كل الاجراءات القانونية اللي صدرت بتوقيفه وبانونية التوقيف وهلا في الملف عم بيدرسه كبار المحامين عنده لحتى نراجع القضاء المختص بخصوص هالشي هيدا لانه هالتحريد الاعلامي اللي صار بهالكم هيدا يعني صار تحريد لا سابق متيل له بقصة ما كانت تستاهل هالقدة انا ظلمت بس بما انه القضاء قرر هيك الايام الجاية على كل حال وملف بعض ومفتوح بالنهاية انت هلأ طلعت بريء او طلعت بكفالة او شو اللي صار لا طلعت بكفالة بالنهاية بس انا اخلصة بيلي شي ثلاث مرات وارجع تستقنف النيابة مشان هيك عم قللك مش هفوت بهالتفاصيل هيدا انت عرفت قبل بقداء انه الشاب خالد منه جاي على لبناني قبل بسات ساعات اربع ساعات انه نيام بيحقل له الشاب خالد انه ما يجي وفق ما يجي طبعا له حق لانه هيدا في خطر على البلد اللي انت فيه وفي حالة انفجار منه منه فيه فيه عشرين قتيل حتى انا قلت له طب انت جيت وقتا كان فيه الصدام بين الجيش اللبناني ومجموعة الاسير قال لي هيدا شي هيدا دولة عم تحارب بينما هيدا انفجاره في قطلة وانا كوني كمسلم وكعربي انا ما بقدر كون بالبنان طب وانت ليه ما بلغت الشهور طالعا معرفت انه منه جاية مش قصة ما دلينا نحاول قلت له بتبعتلي الفيديو تبعك انه انت عم تعتذر بها الساقة بتبعته سيستان فورما اما ماس ما قدرنا نوصله للعالم لانه على الحالتين كان بدأ الهجوم علينا ساعة عشر عبر تويتر وعبر مغردين تانيين انه نحنا كذبنا على العالم وهذا شي غير صحيح والدليل نحنا مقدمين كل المستندات يعني هيدا شي موضوع تاني شاب خالد ايمتين بلغك انه هم الجاية على البلد اربع بعد الضهر من نفس نهار الحفلة نفس نهار الحفلة مش قبل بيومين مثل ما الكل قال اكيد لا اصلا في تاريخ الفيديو ليه ما طلعت على المسرح وقلت بانه الشاب خالد منه جاي لبدو يسترد سمن البطاقات يتفضل على الباب لانه الحفلة ما كانت للشاب خالد بس كان فيها خمس اشخاص ست اشخاص كان فيها ست فننين بس في حالة غضب سيطرت عند العالم في حالة غضب مثل حالة الغضب اللي سيطرت وانطمشت تبع صباح فخري مثلا اللي يخلى ابنه يغني ساعتين ونص وجايين لعالم كلمة صباح فخري اموا عادوها على الكرسي وهن عارفين سلف انه صباح فخري ما بيقدر يغني وخليه جرب واحد من المتعهدين طلع هاوبر وشاوبر انه العالم كلها مبسوطة لا العالم ما كانت مبسوطة لانه فيه تحريد وفيه طريت شخصية وفيه تنافس بضمن المصلحة شيلوا لجان صريبة من الطريق لا اكتر ولا اقال